تمكنت عناصر شرطة بالمنطقة الأقليمية للأمن بمدينة المحمدية مساعم سنة الأحد من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي الصوابق القضائية وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر بوفا مصدر أمني أوضح أنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة 200 جرام من مخدر البوفا وعدد من القنينات التي تستخدم في استهلاكها وعشرين من جرعات الكوكايين و67 قرصا من المؤثرات العقلية علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء ومسدس بلاستيكي يشتبه في تسخيرها لأغراضي التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية وأبرز المصدر ذاتها أن هذه القضية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة المفذولة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتحديدا مخدر البوفا